بملف الصحة حيث سنتطرق إلى مرض جدر الماء ما هو هذا المرض؟ ما هي أعراضه؟ كيف يتم تشخيصه وعلاجه؟ هذه الأسئلة وأخرى مشاهدين سنحاول الإجابة عليها رفقة ضيفي المختص في طب الأطفال وحادثي الولادة دكتور عبدالله مولوج أهلاً وسهلاً صباح الخير وشكراً على الاستضافة شكراً على تلبية الدعوة دكتور اليوم حادثنا سيكون حول مرض جدري الماء هل يمكن إعطاءنا بداية نظرة عامة حول هذا المرض؟ شكراً أولاً التعريف بمرض جدري الماء أو معروف عند العامة بوشوكة أو لفاغيسال هو مرض من الأمراض المعدية يصيب خاصة الأطفال بعد السن ستة أشهر على العموم لأن الطفل قبل ستة أشهر يكون عموماً محمي بالأجسام المضادة لأم هو مرض فيروسي الذي نعرفه هو فيروس دوزونا يجي فيغيسال هو مرض عنده خاصية يجي بطفح جلدي شديد الحك عند المريض عموماً مرحلة المرض تمر خفيفة بدون مضاعفات عند عامة الناس نعم وفي بعض الحالات رح يكون هناك مضاعفات رح يكون هناك أزمات عند بعض الفئة من الأمراض وخاصة فئة الرضع والمرأة الحامل والأشخاص اللي عندهم المناعة ضعيفة نوع المال هو قلنا مرض يسبو فيروس الحماية الوقاية تبقى نتفاداو الأمراض ونتفاداو المرضى اللي يكونوا ديجا مصابين بهذا المرض بالنسبة للوقاح هناك لوقاح ولكن ماهوش معمم وليس إجباري بالنسبة لأعراض هذا المرض الأعراض تبقى ككل انفكسيون فيغال صديق في كل مرض فيروسي يقدر يبدأنا بحمى نعم فشل عند الطفل وعند الكبار رح يسيبهم بعض الصداع وفشل وإرهاق خاصة في نهاية اليوم بعد حوالي 24 ساعة من بداية هذا الأعراض يبدأنا طفح جلدي هذا الطفح الجلدي هو عنده ميزات في جدري الماء في البوشوكا عنده بعض الميزات اللي هي تبدأ طفح جلدي يبدأ بقع في الجلد حمراء اللون شديدة الحك عند الأطفال بعد 24 ساعة حوالي هذا البقع رح نصيب فيهم حبيبات مملوئة بسائل هذا السائل يكون في البداية شفاف ومع مرور الوقت يقول لي لو نتاعه أصفر يعني فيهم مراحل يتطور طفح الجلدي بعد يومين أو ثلاثة أيام هذا السائل رح يسيل رح تنفتح هذه الحبيبة باش تعطينا من بعد لسيكاتريزاسيون تح هذا الطفح الجلدي نعم طيب هذو هما عموما الأعراض نقول حما فشل عند الطفل نقد نصيبه أعراض أخرى بما أنه هو هو التهاب فيروسي نقد نصيبه سائل ألف سوء خفيف فشل بزيادة ولكن الأعراض الرئيسية هو هذا الطفح الجلدي لحيمشينا في الجسم الطفح فقط أستسمحك دكتور هل تختلف الأعراض حسب الفئة العمرية بالنسبة للأشخاص المصابين يعني باختلاف أعمارهم سواء الرضع أو حتى كنت تحدثت عن المرأة الحامل طيب الأعراض ما تختلفش الأعراض الرئيسية هذو ما اللي حكيناهم ولكن المضاعفات تختلف حسب قوة الجهاز المناعي وحسب السن طيب نوليو للأعراض باش نفصلوا فيها نوعا ما هذا الطفح الجلدي حيبدأنا في معظم الحالات بالرأس وبعض الحبيبات على مستوى الجسد بعد يوم أو يومين هذا الطفح رح ينتشرنا على مستوى الوجه وعلى مستوى الجسم كامل ويقدر يسيبنا حتى بعض الأخشية داخل الفم مثلا على مستوى الحلق أو حتى على مستوى اللسان أو بعض المناطق الحساسة في الجسم يعني كل الجسم يقدر يكون مصاب بهذا الطفح وخاصة البداية نحن دايما نحاوس على الطفح على مستوى الرأس وعلى مستوى الجسم في البداية التطور رح يكون قلنا معدل السبوع حتى العشرة أيام ميزة خاصة في الطفح في جذري الماء أو البوشوكا هو أنه عند نفس المريض في نفس المدة رح نصيبوا حبيبات ولكن السنة تحها مختلف نصيبوا واحدة اللي بدأتنا مثلا اليوم هي عبارة عن ينتاج شغوج أخرى نصيبوها ديجم تلقت بالماء ونصيبوا حبيبات أخرى خلاص في مرحلة النهاية يعني رح تسيكاتريزنا في الجسم دونك هذه ميزة أخرى في جذري الماء عموما بالنسبة للأعراض هذه ورح نصيبها عند كل المرضى حسب مختلف الأعمار نعم بالنسبة للأعراض التي ذكرتها دكتور كنت قد تطرقت إلى سيلان الأنف ألام على مستوى الرأس إلى غيرها هل يمكن اختلاط هذه الأعراض أو اشتباهها بمشاكل صحية أخرى أكيد بما أنه هو التهاب التهاب فيروسي سبب تهاه فيروس باش نشخص المرض في الأيام الأولى يكون صعيب نوع الماء خاصة في الثلاث أيام الأولى دائما نقول الأولياء نشوفوهم عند الزيارة نشوفوهم أول يوم ولكن ننطق التشخيص ولكن يتحفظ عموما نقوله نعود نشوفوه بعد ثمانية وربعين ساعة باش نتأكدوا باللي هو جذري الماء أو مرض آخر لأنه خاصة عند الأطفال هناك الأمراض اللي نسموهم المالادي استطيع اللي هما الالتهابات اللي المرفوقة بطفح جلدي نعم كلها تكون متشابهة في اليوم أو اليومين الأولى على الأموم كلها تكون متشابهة باش نشخصوه المرض لازم نعطيوه الوقت للمريض نعطيوه دواء ليهدأ الحمى نعطيوه دواء ليهدأ الحك ونعودوه نشوفو المريض بعد ثمانية وربعين ساعة لأنه يقدر يكون هناك لبس بين بين أمراض عديدة والحالة الخاصة في هذا باش نتفاده ونمده أدوية في اليوم الأول غير مناسبة يقدر يكون دواء غير مناسبة مع مرض أو مرض آخر طيب بالنسبة لأسباب دكتور هل تختلف من شخص إلى آخر من فئة عمرية إلى فئة أخر بالنسبة لأسباب السبب هو سبب واحد فيروس واحد وليسببنا هذا الأمر يعني أنها عدوى هي عدوى الفيروس اللي سببها ونسموه لفيروس دوزونا إيفاغيسال علش فيروس دوزونا إيفاغيسال زونا مرض والفاغيسال مرض آخر في البداية في بداية الأمر كي يدخل الفيروس لهذا الجسم لبريود دينكوباسون يعني المدة ما بين دخول الفيروس في الجسم وظهور الأعراض هي 14 يوم حوالي نعم يعني يقدر يكون المريض أو الطفل حامل للفيروس ما يخرجوش الأمراض حتى بعد 14 يوم عشر إيام حتى الأسبوعين باش يبدوا يظهروا الأمراض المريض في حد ذاته يقدر يكون هو معدي معدي لآخرين حتى قبل ظهور الأعراض يعني يومين أو ثلاث أيام قبل ظهور الأعراض يقدر يكون هو معدي لأشخاص آخرين يعني دائماً كي يجي المريض نسقسوه شكون هم الأشخاص اللي كنت في علاقة معهم أو كونتاكت معهم في الأيام الأخيرة ما قبل ظهور الأعراض قلنا الأعراض سيحدون منها حوالي عشر أيام على العموم والجوز خفيفة عموماً صف في بعض الفئات من الأمراض بعد هذا الفيروس ما يخرجناش من الجبسي يبقى مختبئ في الجسم يروح يختبئ في النهاية العصبية يكون مختبئ في النهاية العصبية وينتا يعاود يخرج كيكون هناك نزول أو ضحف في الجهاز المناعي في المستقبل مرض مزمي إذا قدر الله قلق أو حادث في العائلة أو أي حاجة اللي تحبط الجهاز المناعي هذا الفيروس يقدر يعاود يخرج ويعطينا معرض آخر اللي نسموه لزون اللي عنده أعراض مختلفة يعني فيه أوجه تشابه واختلاف بين مرض زونة ومرض جدري الجدري الماء هو فيروس واحد في الأول اللي يعطينا لفاغيسل وليفاغيسل مزيج تحكمنا تحكم مرة واحدة هي مالذة أمينيزونت يعني تحكم مرة واحدة في العمر عموما ومن بعد هذا الفيروس يخرجنا في المستقبل يعطينا معرض آخر اللي نسموه لزونة اللي عنده هو فاني طفع خاص به أعراض خاصة به يقدر هو عموما الأعراض تكون أشد خطورة كجدري الماء نعم هل كل شخص يصاب بجدري الماء يصاب بمرض زونة يعني هي حتمية لا مش كل هل في عوامل تزيد من هذه القطورة حتى يتحول المرض إلى مرض زونة أي عامل اللي رح ينقصنا أو يضعفنا جهاز المناعي إصابة المرض في المستقبل يحكم دذل الماء كيكون صبي نعم في المستقبل كي يكبر يجيه عامل اللي ينقصه جهاز المناعي مرض مزمي إذا قدر الله حادث في العائلة شوك إموسيونال نوبة عصبية أو نوبة نفسية تقدر تضعف جهاز المناعي يخرجنا هذا الفيروس يعطينا مرض زونة الفئات العمرية أو فئات من المرضى اللي يكونوا أكثر حساسية لهذا الفيروس وإن هذا الفيروس يقدر يعطينا مضاعفات قلنا على العموم رح يسيب الطفل بعد ست أشهر لأنه قبل ست أشهر الطفل هو محمي بالأجسام المضادة تعال أم تعه عند الكبار لزا جولت الجذري الماء هو أشد خطورة على العموم كعند الصبي عند الصبي هناك مضادة جهاز المناعي اللي رانا حفزناه بالفاكسيناسيون الدفاع رح يكون قوي نوعا ما بالنسبة للكبار للكبار المرضى سيكون أشد خطورة هناك فئة من المرضى اللي يكون عندهم الجهاز المناعي تحهم ضعيف مثل المرضى المزمينة مرضى السرطان شفاهم الله مرضى اللي يكونوا تحت العلاج الكيميائي أو تحت مرضى على طول المدى هذا إذا أصيبوا بمرض جذري الماء أو بلافاريسة سيكون أشد خطورة وسيكون هناك مضاعفات حالة خاصة حالة المرأة الحامل هي حالة جد خاصة وحالة مهمة ومهمة جدا لأنه إذا أصيبت المرأة الحامل قبل عشرين أسبوع من الحمل يعني قبل خمس أشهر في الخمس أشهر الأولى من الحمل جذري الماء يقدر يسيب الجنين ويقدر يشكلنا حتى تشوهات خلقية على مستوى الجسم على مستوى المخ على مستوى الجهاز العصبي ويأتي ناس كونابل لفاغيسة كونجينيطال يعني يرى حكمه لفاغيسة في رحم الأم ويزيد ممكن بتشوهات لما يقدر ما يكون عنده حتى أعراض وإذا أصيبت المرأة الحامل في نهاية الحمل خاصة في الأسبوع الأخيل اللي يسبق الولادة هنا في هذه الحالة الجذري الماء سيكون أشد خطورة على الجنين وعلى حديث الولادة يطينس كونابل لفاغيسة نيوناطال في هذه الحالة تكون مضاعفات كثيرة على الصبي والصبي يقدر يزيد يقدر يكون عنده طفح جلدي في الأيام الأولى ومضاعفته حتى الموت في 20 حتى 30% من الحالات هذه هم الفئات لأشد حساسية ولكون عنهم خطورة أكثر للفيروس طيب بالنسبة للمضاعفات التي قد تحدث عند الطفل أو الرضيع الذي يصاب بمرض جدري الماء بالنسبة للمضاعفات هناك مضاعفات متفاوتة الخطورة المضاعفات اللي أشد انتشار أكثر انتشار هي يعني تعفن هذا الطفح الجلدي لأن الطفل أو المريض راح يحكنا على مستوى الجلد وكيحك هناك انتقال للبكتيريا أو الجراثيم اللي تكون على مستوى الظفر أو على مستوى الأيدي راح تزيد تتعفلنا هناك مضاعفات أخرى تقدر تكون عندنا مضاعفات خطيرة وهي إصابة الجهاز تنفسي تقدر تكون الجهاز تنفسي يقدر يصاب بالفيروس تطير اللي تتميز بارتفاع شديد في درجة الحرارة سعال شديد وحتى في بعض الأحيان ضيق في التنفس هناك يقدر نصيب مضاعفات على مستوى الجهاز العصبي اللي تتميز بحمى شديدة ونوبات عصبية هذا لما نستعمل أدوية غير مناسبة كنكون مصابين بجذر الماء أو بلو فاريسيل خاصة دواء الأسبرين اللي هو ممنوع من عمبات في حالة جذر الماء كنستعمل دواء الأسبرين بجرعات مرتفعة كيكونوا عندنا جذر الماء ولا المرض يكون عنده جذر الماء يقدر تكون عندنا مضاعفات وحتى مضاعفات على مستوى الجهاز العصابي دكتور مولوجة هل كل شخص معرض للإصابة بمرض جذر الماء مرة على الأقل خلال حياته عموما نسبة كبيرة من الناس تكون أصيبت في سن الصغر أو كيكان صعبي ولا حتى الكبر ولكن يقدر ما نكونوش مئة بالمئة من الناس أصيبوا بجذر الماء لأنه نصيبوا ناس كبار سن ناس في سن الكهول يقدروا يكونوا يصيبوا بجذر الماء لا مئة بالمئة من الناس يكونوا أصيبوا بجذر الماء ليس إيجابة طيب بالنسبة للتشخيص كنت أشرت خلال بداية حديثك عن يعني الاحتياط في عملية تشخيص جذر الماء ومراقبة الحالة بعد 48 ساعة يعني فيما يخص هذه النقطة كيف يكون التشخيص بالضبط بالنسبة للتشخيص تشخيص جذر الماء هو تشخيص كلينيكي يعني سين دياغنوستيك بيومون كلينيك الطبيب يشوف الأعراض بالعين المجردة يحكي تطور تطور الأعراض وتطور هذا الطفح الجلدي عند الطفلة وليسيخ نقدروا نديروا التشخيص بسهولة ماهوش مشكلة ليس هناك تحالي خاصة وليس هناك أشياءات راديو باش نديروا تشخيص على جذر الماء ولكن في بعض الحالات كيكون هناك لبس مع أمراض أخرى كيكونوا كي نشوفوا المريض في في مرحلة المضاعفات يعني جاء في حالة متقدمة حالة متأزمة وما نعرفوش أذكر أنا جذر الماء ولا أمراض آخر اللي يقدر يكون خطير هناك أمراض أمراض جلدية وطفح جلدي يقدر يوصلنا حتى لمصلحة الإنعاش نعم في هذه الحالة نقدروا نستعملوا بعض التحاليل مثل PCR لأنه لأنه الPCR الخاص نقدروا نستعملوا الPCR ليقدر يفصل لنا يقولنا رانا قدام جذري الماء أو مرض آخر طيب بالنسبة للعلاج الشيء دكتور بالنسبة للعلاج هو مرض معدي فيروسي كي نقولوا فيروسي يعني على العموم ما عندوش دواء خاص به ما عندوش دواء خاص به ولكن يجب معالجة يجب معالجة يجب معالجة السمطوم يعني يجب معالجة الأعراض أولا يجب معالجة الحمى دواء باراسيتامول ككل الحمى ويجب مراقبة الحمى بانتظام في اليوم إذا كان هناك حق شديد نقدر نمد دواء باش نهدئوا من هذا الحق لأنه هو سبب في تعفن هذا الأعراض نقدر نمد دواء الانتيستامينيك نقدر نمد دواء أو محلول معقم للطفح الجلدي باش نتفادوا لا سيرانفكسون إذا كان هناك ديجا لا سيرانفكسون هنا نكونوا ملزمين باش نمدوا دواء موضات حيوي أو الانتيبيوتيك باش نتفادوا للمضاعفات أخرى نتفادوا كل مادة كيميائية أو كل مادة كرام أو جال أو أي حاجة من هذا القبيل يمكن أن تهيج يعني الجلد بالطبع باش نحطوها على مستوى الجلد باش ننصحوا نصحوا تفادي التجمعات خاصة عند الطفل في بداية المرض في الأيام هو معدي يا دكتور هو جده معدي وخاصة في الأيام الأولى عند المرض نتفادوا التجمعات خاصة المدارس والروضات في الأيام الأولى على الأقل على الأقل خمس أيام أو حتى الأسبوع الأول على المرض إن فواء الأعراض الجلدية تروح تديننا لسيكاتريزازيون المرض ما يكونش معدي نسمحه للطفل باش يروح للتجمع نصيحة أخرى لهي جد مهمة نوعين من الأدوية اللي هما ممنوعين من عمباتا في حالة جذر الماء أو لفاريسال لزونتيانفلاماتوا المضادات للإلتهاب لزونتيانفلاماتوا مثل إيبي بروفان وما شبه ودواء الأسبيرين هما النوعين أو دوائين ممنوعين من عمباتا في حالة طفح الجلد إذا عدنا نونتيانفلاماتوا والمرض عنده والمريض عنده لفاريسال أو جذر الماء يقدر يسبب لنا مضاعفات تعفن على مستوى الجلد لتقدروا تسيب لنا طباقات عميقة على مستوى الجلد إذا مدنا دواء الأسبيرين خاصة بجرات مرتفعة تقدروا تكون عندنا مضاعفات وحتى مضاعفات على مستوى الجهاز العصبي نعم معلومة أخرى اللي الأولياء يأكدوا عليها ويسألوا أس كالطفل كيكون مريض بجذر الماء أو لفاريسال يقدر يستحم أو لا يستحم هذه شكلة بزاف الطفل يقدر يدي يندوش خفيفة بماء دافئ ما يكونش بارد وخاصة ما يكونش ساخن جدا نعم قلنا دوش ليس حمام وليس سباح نعم دوش خفيف ما في مشكل كيكون عندنا الطفل المريض بجذر الماء طيب بالنسبة للتطعيم أو التلقيح ضد جذر الماء دكتور يعني أعطينا تفاصيل فيما يخص سن التطعيم فيما يخص يعني هل فيه أثار جانبية إلى غيرها طيب نفضل نتكلمه على الوقاية أولا بشكل عام بالنسبة للوقاية قلنا نتفدأ تجمعات كيكون للطفل مريض وخاصلين في الأيام بالنسبة للتطعيم هناك يوجد تطعيم ضد لفاريسال أو ضد جذر الماء ولكن هذا التطعيم غير موجود عندنا وخاصة في البلدان المتقدمة وخاصة من البلدان الأوروبية هناك تطعيم ولكن ليس إجباري يعني نقدر نطعمه ولكن ليس إجباري هو ما هوش في البرنامج التطعيم بتاعنا وحتى في البلدان المتقدمة يعني هناك تطعيم يوجد تطعيم نمده يعني بطالب من المريض أو بطالب من الطبيب وخاصة عند الفئة التي تكون عندها الجهاز المنعي ضعيف قلنا مرضى السرطان ومرضى الأمراض المزمنة لنقدر نطعمهم عند الأطفال على العموما نطعمهم ضد لفاريسال عموما لأنه قلنا هو مرض يعني تلقيه ليس إجباري وهو غير مندرج ضمن البرنامج تطعيمي لدينا ليس إجباري والتطعيم هو ممنوع عند المرأة الحامل في كل بلدان العالم طيب بالنسبة للنصائح والإنشادات عموما لوقايتنا من جذر الماء أو حتى مرض الزونا الذي كنت قد تحدثت وأشرت أنه فيه أوجه تشابه واختلاف بين المرأة بالنسبة للنصائح أولا الوقاية تبقى خير من الإلاج أولا يجب اتباع برنامج التطعيم الخاص بنا يجب أنه طفل يكون تباع كل التطعيمات إذا شفنا هناك طفل بدأ طفح جلدي مع حمى يجب استشارة الطبيب مختص وطبيب الأطفال إذا كنا شكينا بما هو مرض معدي يجب نعزل الطفل هذا على التجمعات على المدارس والروضات حتى يطينا طبيب الضوء الأخضر باش نرجع الطفل للمدرسة أو للروضة بالنسبة باش نتفادع مرض زونا أو مرض أخرى هي اتباع كل طرق الوقاية لتتفادنا ضعف جهاز المناعي كل الطرق لتتفادنا ضعف جهاز المناعي الأكل السليم الوقاية من كل الأمراض لأن كل هذا الظروف لكل هذا العوام تقدر تفشلنا الجهاز المناعي وتخلينا الفيروس يديرنا مضاعفات أكثر نعم فقط سؤال أخير دكتور فيما يخص المكملات الغذائية هل يمكن أن ترفع درجة المناعة بالنسبة لشيء؟ المكملات الغذائية في الوقت الحالي هناك عدة أنواع من المكملات الغذائية ولكن وشيء مرة أخرى المكمل الغذائي يجب الطبيب لينصح به لأنه خاصة نحن أطباء أطفال وخاصة عند الأطفال هناك مكملات غذائية وأغلب المكملات الغذائية من قد نبدأهم حتى سن متقدمة بعد 6 سنوات أو بعد 3 سنوات لكي نعطيه المكمل الغذائي معين والمناسب يجب استشارة الطبيب نحذر باستعمال المكملات الغذائية خاصة عند الصبيان أو حديثي الولادة من طرف الأولياء ومن طرف التجار وما إلى ذلك دائما يجب مكمل الغذائي وأي دواء يمدوا الطبيب المختص باش نتفادوا إعطاء دواء الغير المناسب عند الطفل وتبقى الوقاية طبعا خير من العلاج شكرا جزيلا لك دكتور عبدالله أغلوج أنتم طبيب مختص في طب الأطفال وحديثي الولادة العفو بارك الله فيكم